في مصلى الشافعي بمدينة سيئون احتشد المئات هنا لأداء صلاة عيد الأبحى المبارك في طقص فرايحي معتاد ليبدأ بعدها تبادل التهان بالعيد في أجواء عيدية تشيب السلام رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ارتفاع لأسعار مستلزمات العيد من ملابس وأضاحي وحلويات والله أجواء العيد في سيئون أجواء رائعة جدا جدا بشكل يعني ما يتوقعها مثلا خاصة في الأوضاع الراهن في اليمن الحديد نتعلم من الله سبحانه وتعالى أن يعمى الأمن على اليمن السعيد إن شاء الله طبعا أقوى سيئون من أفضل أقوى التي يعيشها في العيد لأن أقلب سيئون تحضر إلى هذا المصلى في عدن نادر أما تحصل أبناء عدن يكتمعون في مثل هذه الأقوى أما تخيلوا وكأنه في الحج يعني من كثر الضقيق هذا ما شاء الله الناس النساء والأولاد والأطفال والشيوبة الكل حتى المرضى يأتون للأجل هذه اللمة الحلوة خاصة في سيئونه هذه أقوى جميلة والأمن يعني مسيطرة على جميع الأماكن الأطفال لهم نصيب من بهجة هذا العيد من خلال ممارسة عاداتهم من ارتداء ملابس العيد إلى شراء الحلوة والألعاب في هذه الأسواق الشعبية التي تكتظ بالمواطنين بعد صلاة العيد وفي ظل قلة الحدائق والمنتزهات في وادي حضرموت حيث تكاد تكون محصورة فقط على العائلات دون غيرها إن شاء الله أن تكون في رخاء تأتي العيد القادمة نحن في التطور في رخاء وفي أمان تمر مناسبة العيد على أمل أن تاتي وقد تبدل حال البلاد إلى أحسن هكذا يقول المواطنون هنا جراء تدهر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالإضافة إلى أزمة المشتقات النفطية كلها منغصات تعكر صف وهجتهم بالعيد حدا مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضرموت ترجمة نانسي قنقر